مرة تانية في إشعية التسعة مكتوب في أي اتنين الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور كلمة النور بحسب العهد القديم هي واحدة من صفات المسيح فقط المسيح هو الذي يفتح العيون لأنه دلال للخلاص وتخيل أن يسوع المسيح قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة هو النور الحقيقي فإذن بيتكلم الشعب الجالس أو السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور بيكمل في آية 6 لأنه يولد لنا ولد ونعتبنا لاحظ الكلام وهذا طبعا إشعياء النبي يعني تنبأ أكثر من 730 سنة قبل الميلاد يعني مش أقل من 700 سنة قبل الميلاد تتميم النبوات بحد ذاتها هي معجزة فمن فضلك ما ترميك كلمات على الكتاب المقدس ولا تزيد عليه ولا تحزف لأنه بهاي الطريقة أنت بتواجه دينونة شوف دقة التعبير دقة الكلمات بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا يعني المسيح مولود مثل ما النبوة تمت في غلاطي أربعة آية أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله كيف أرسل الله الذي نزل من السماء المسيح بيتكلم عنه نزلت من السماء أرسل الله ابنه هو الإبن الأزلي الإبن الوحيد وهذه الكلمات مهمة جدا ودقتها من ناحية لهوتية فمجرد ترمي كلام برضو ما بيزبط لاحظ الذي يولد في بيت لحم لتتميم النبوة هو الإبن الأزلي مكتوب نعطى ابنا عطية الله شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فالكلام واضح في ولادي في بيت لحم ونعطى ابنا عطية السماء وبيكمل وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا رح أشرح كمان شوية عن الكلمة مشيرا لاحظ الكلام الذي يولد في بيت لحم إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام بيكمل في أي سبعة لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد برضو هذه سبعمائة سنة قبل الميلاد ولما ميخا نبت نبأ عن ولادة المسيح في بيت لحم وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى في أرض يهودة لأنه منك من بيت لحم يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لاحظ اللي بيولد في بيت لحم الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل نعم موجودة هذه الآيات في العهد القديم اشتركوا في القناة